مساء الخير الوضع عم يغلي بالعالم العربي وباللبنان وبالعالم سوف نشهد رجاء اجتماع دولي وعربي وتكون مصر هي الدولة الرائية لهذا الاجتماع وذلك من جراء حصول تطورات مهمة وسوف يصدر هذا الاجتماع كرار بالاجماع بتكليف ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بمهمة عاجلة تبدأ من العراق وبتنتقل إلى سوريا وبتنتهي باليمن وسوف يكون لهذه المهمة أثرا طيبا عند شعوب هذه الدول وسوف ينجح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في احتواء هذه الأزمة وبشكل كبير وبارز وخصوصا في ملف اليمن أرى المملكة العربية السعودية ستقوم خلال مراحل قادمة بإنشاء مركز طبي ضخم وكنت حكي فيه وبرجع بيحكي فيه لأنه فيه ناس قالت لي أنه شو هو المركز الطبي قلت لهم المركز لعلاج الأطفال من جميع الأمراض وحالات المستعصية المزمنة بيستقبل من جميع أنحاء الدول العالم وبدون أي مقابل وبينكتب هذا المركز الطبي باسم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وما بين المركز التي سيتم إنشاؤه لن نجد طفل بالعالم بدون رعاية أو علاج بدون هذا المركز بإذن الله أرى صدور كرارات ملكية سعودية هامة وحساسة ومن مدينة الرياض تبدأ الحدث وتكون بعدها مدينة جدة في قلب الحدث لهذه الكرارات الإيجابية للشعب السعودي ولكل السعوديين في أنحاء المملكة سنسمع عن كرار ملكي سعودي بزيادة ساعات العمل مع زيادة الرواتب وصرف مبلغ مالي لكل مواطن سعودي خلال المرحلة القادمة يعمل فيه وظائف حكومية كما سيشهد دوام العمل السعودي تغييراً بالأيام العطلة الإسبوعية في كل أنحاء المملكة ستصبح العطلة الإسبوعية تمتد لثلاثة أيام يعني جمع صفحة حديث الناس ما فهموها لنرجع على نعيدها تمتد ثلاثة أيام مع زيادة الصحيح الساعات يعني بأيام الأسبوع بس أنه ما هلأ ممكن تصير بعدين يعني بزيدوا الساعات بأيام الأسبوع ويكون فيه لثلاثة أيام عطلة مضبوط إنجاز علمي تكنولوجي في قلب المملكة العربية السعودية بجرة أم نكبة للدول العربية ليلة عبداللطيف تتوقع رحيل عدد من الشخصيات تشترك في حرف السين شاهد الأخطر من توقعات ليلة عبداللطيف وفكرك سريعاً تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعة التوقعات أما لو أنت جديد معنا فارد دلوقتي تشرفنا بالاشتراك في القناة وما تنسيش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول ليلة عبداللطيف تتوقع أن الجدل والضجة الإعلامية اليوم حول رئيس حكومة العدو الإسرائيلي حتأدي هذه الضجة إلى رؤية نتنياهو أمام قوس العدالة هذا أولاً والمشهد القادم في الداخل الإسرائيلي هو الفوضى العرمة في الشارع والمطالبة بإبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة بسبب حادث مهم من خلال الحرب على غزة وهنا أرى نتنياهو بعيداً عن السلطة وعن السياسة ولا أستبعد أن يكون السبب هو عارض صحي مفاجئ ثالثاً وهو الأهم أرى أنه حيتم رفع دعاوة قضائية أمام المحكمة الجنائية ضد رئيس الحكومة نتنياهو ومن عدة دول عربية وإسلامية ومن منظمات دولية وأيضاً من عوائل آلاف الضحايا بواسط محامون بيطلبوا فيها بالتحقيق مع نتنياهو بسبب أو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني واستعمال أسلحة غير مشروعة ضد المدنيين والمؤسسات الطبية وهذه الدعاوة سوف تشكل أكبر أزمة وبلبلة في تاريخ العدو الإسرائيلي أرى أن معبر رفح سيصبح خلال الفترة المقبلة قارب النجاء الوحيد لكل أشكال المعاناة في الداخل الفلسطيني والمشهد على معبر رفح يختلف كثيراً عن المشهد الذي نراه وأرى شعرات مكتوبة على معبر رفح عليها كلمات شكراً مصر وشكراً قطر أرى دخول مستشفيات متحركة إلى الداخل الفلسطيني من أبواب معبر رفح وهذه المستشفيات ستكون مجهزة لمعالجة الجرحة وإجراء العمليات الجراحية الطريقة وسوف تقوم بتقدمها أكثر من دولة عربية وإسلامية وأرى مصر تستقبل مزيد من الجرحة الفلسطينيين من خلال هذا المعبر وأيضاً أرى معبر رفح محط أنظار ومركز لنقل الأحداث المباشرة على الهواء وعلى عدة وسائل إعلامية وعالمية ونرى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وبعض الوجوه العربية والأجنبية المهمة والبرزة كل هؤلاء سيكونوا في قلب هذا الحدث مباشرة من معبر رفح السيسي والأمير وأرى مشاهد عدة على معبر رفح أرى أيضاً عدة دول العربية تعمل وتسند مصر وتقف إلى جنبها في وجه تداعيات حرب غزة واللي بتتأثر بها مصر خلال مرحلة المقبلة وأرى أن مصر لن تكون ممر للتصفيات الخاطئة على حساب أراضيها ولا على حساب القضايا الفلسطينية والشعب الفلسطيني وسوف تساهم مصر مع رئيس السيسي في وضع خطة لإدخال كل المساعدات الموجودة للداخل الفلسطيني بدون توقف والقيادة والشعب المصري يداً واحدة لمسندة أهلنا وأرى أن إيران ستدعم أي مبادرة عربية أو إسلامية بتخدم القضايا الفلسطينية أو تصب في مصلحة إنهاء المعاناة الفلسطينية وأرى أن إيران والسعودية وقطر هي الدول التي ستسعى بكل جهدها وقوتها السياسية لوقف هذا العدوان الغاشم على غزة وعلى الشعب الفلسطيني والعمل على وقف حقيقي لإطلاق النار وأرى أن إيران تلعب دور كبير وبارز للوصول إلى طرح ملف حل الدولتين على أهل المستويات الدولية وسنرى حضور فاعل للمملكة العربية السعودية هذا الملف ستنجح إيران مع المملكة بالوصول إلى إنجاز سياسي غير مسبوق أرى أيضا مملكة العربية السعودية تضع يدها في يد إيران أمام كل دول العالم من أجل الوصول إلى وقف وهدر الدماء النازفة بين الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين المحتلة والمطالبة بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين آتي لمحالة بفضل هذه الجهود الجبارة كمان ليلة عبداللطيب تتوقع أنه لا داعي للخوف من وقوع حرب إسرائيلية على لبنان لأنها ستبقى محصورة ضمن مناطق وقواعد الاشتباك اللي عم نشوفها هلأ وفي أماكن معينة من الجنوب أرى المقاومة بتملك شيء مفاجئ جدا جدا وهيدا الشيء حجمه صغير لكن فعله كتير كبير ورح يفاجئ العدو الإسرائيلي إذا حولت إسرائيل الدخول بحرب مع لبنان أو إذا حولت تتخطى شبر واحد من الأراضي اللبنانية لغز ملف حساس أرى يعود إلى الوجهة اللبنانية من جديد ويفاجئ لبنانيين عمتا وأبناء الطائفة الشيعية خاصة وهذا الملف يتعلق بقضية الإمام المغيب السيد موسى الصدر وستبدأ القصة من قضية احتجاز إلى نهايتها وهنا أرى بوادر انكشاف حقيقة كبيرة مع تفاصيل مهمة تظهر إلى العلن ولأول مرة في هذا الملف الكبير الذي يحمل اسم الإمام الصدر ومن لبنان بتبتدي الحكاية والحقائق تظهر وفيها الكتير من المفاجئات حيكون دولة الرئيس نبيه بيري هو أول من سيتلقى الخبر والتفاصيل لهذا الحدث ولذلك سنرى إطلالة خاصة لدولة الرئيس نبيه بيري تتعلق بهذا الملف الحساس وقراءة مهمة على الساحة اللبنانية بيجمع ما بين دولة الرئيس نبيه بيري وستيد حسن نصر الله بعد ظهور هذه الحقائق في قضية الإمام موسى الصدر لكي تخدم هذا الملف وذلك خلال نهاية العشرين تلاتة عشرين أو أو أوائل عشرين أربعة وعشرين الرئيس السوري بشر الأسد سيقلب كل الحسابات والموازين أمام بعض أعداء سوريا خلال الفترة القادمة وذلك بسبب خطة مفاجأة أراها سوف يقوم بتنفذها قريبا يا سيادة الرئيس وستهز بها كل عقوبات قيصر وعداء سوريا وسترفع دولة الاقتصاد السوري من جديد وحيتلاغي قيصر من حسابات أكتر من جهة دولية كما أقول لرئيس بشر الأسد أنني أتمنى عليك يا سيادة الرئيس أن تبتعت قدر الإمكان عن الإرهاق والجهد خاصة على صعيد ارتفاع الضغط أو هبوط الضغط بسبب كل المسئوليات والضغطات اللي بتتحملها اليوم لتبقى سوريا بأمان عامل مصطفة في رحيل عدد من الشخصيات التي تترتب أو تتضمن أسمائها أو أحد حروف أسمائها من حرف سواء كان حرف السين بالاسم الأول أو في اسم العائلة والصدفة الغريبة أن حرف السين سيكون من ضمن تركيبة أسماء هذه الشخصيات وأينما كان موجود حرف السين يعني في العشرين أربعة وعشرين أو العشرين خمسة وعشرين هنشوف أنه أكثر السياسيين في العالم العربي وبكده من طبعنا العزاء أن يكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة من أهم وأقوى توقعات ليلة عبداللطيف الجديدة شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة دمتم في أمان الله ورعاكم